في الكويت جدل متصدر للأخبار والعنوين وهو منع الاختلاط حيث تقدم خمسة نواب بمقترح قانون لتعديل المادة الأولى من القانون 24 لعام 96 بخصوص تنظيم التعليم العالي في جامعات الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة عنوان المقترح منع الاختلاط ليس جديدا وفي الواقع تعتمد الكويت منذ خمس سنوات في بناء جامعاتها على الفصل بين الجنسين ولكن كان الفصل في أماكن محددة لكن اليوم ينص المشروع على تعديل مباني الجامعات والمدارس الخاصة المذكورة للفصل التام بين الجنسين ذلك على أن يتم الفصل والعزل بين الطلاب والطالبات في كل مكان في المختبرات والقطاعات وكل الخدمات الأخرى وأعطى النواب لمشروع القرار صفة الاستعجال واستندوا في مشروع قرارهم إلى الفتوى الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو إجماع مجلس الأمة سابقا لمنع الاختلاط بين الجنسين في الدراسة مشروع القانون هذا ساهم في موجة كبيرة من الغضب والاستنكار على المنصات موسيقى ترجمة نانسي قنقر مشاهدين قانون منع الاختلاط في الجامعات في الكويت ساري المفغول منذ زمن وصوت مجلس الأمة عليه بالإجماع في 96 ولكن لم يكن هناك فصل بين الطلاب والطالبات في الحرم الجامعي ككل وإنما في القاعات والكافيتيريا لكن اليوم هذا المشروع ينص على الفصل التام بين الطلاب والطالبات ويشمل أيضا المدارس الخاصة ولن تعرف أكثر عن هذا الموضوع ولنجيب عن التساؤلات الجدلية حول مشروع القانون وإن كان القانون موجود فعلا فماذا يعني المشروع الجديد حول كل هذه الأسئلة تنضم إلينا من الكويت المحامية أريج حمادي أهلا بك أستاذة أريج إذن كيف نفسر توقيت طرح هذا القانون في هذا التوقيت بالذات أهلا بكم يعطيكم ألف عافية على الاستضافة طبعا نحن نمر بمنعطف غريب جدا مجموعة كبيرة من الاقتراحات اقتراح وراء الثاني كل هدف تحويل الكويت إلى دولة إسلامية وحاليا دولة مدنية دينها الإسلام حاولوا طبعا التيار الإسلامي إلى تغيير المادة الثانية من الدستور بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للدولة ولا للدستور ولكن فشلوا في ذلك فهم حاليا يحاولون أن أهم يعدلون القوانين وتحويلها إلى قوانين إسلامية بحيث نكون نفس سريقة إيران وأفغانستان بنفس هذه الصورة كمية الاقتراحات طبعا هي مجموعة من الاقتراحات العبثية والغير مدروسة والغير منطقية يعني ناقص ناقص ممكن يوصلون لمرحلة يقولون نقترح على الدولة تأجر كوكب خارج الأرض لنعزل النساء لكويت ويكونون فيه يعني أتوقع هذه المرحلة اللي بنوصلها طبعا الاقتراح اللي تم تقديمه اليوم هو تعديل النص بحيث أن يكون فصل النساء طالبات فصلا تاما ومعزولا عزل تام حاليا الكافيتيريا في الجامعة مختلطة لا يوجد فصل بين الطلبة والطالبات ولكن هناك أثار سلبية كبيرة على منع الاختلاط وهو قانون من عام 1996 تم اقرارها واليوم يحاولون يعدلونها نعم طبعا هناك ناس يقولون هذا تفصيل هذا القانون موجود من زمان وهذا تفصيل من التفاصيل القانون العام لمنع الاختلاط في مادة المادة هم بنفس القانون أنا قلت لتضافه طبعا الفصل التام والمعزول يعني هذه المصطلح اللي أنا انتبهت كإضافة المادة واستندوا بالمذكرة التفسيرية لاقتراحهم على المادة الدستورية رغم أثنين ولكن هذه المادة تم شرحها من الدكتور والخبير الدستوري دكتور الله يرحمها عثمان عبد الملك وقد أكد في ذلك أن ما لداعي يتم تغيير المادة الثانية وجعلها هي الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لسبب بسيط أن الآراء الفقهية دائما قاعدة تتغير والحياة تتطور وبالتالي قد لا تكون الآراء الفقهية القديمة في الزمان السابق يصلح تطبيقها اليوم أنا وجه رسالتي لهؤلاء النواب لماذا لا يكون البداية من عندكم في مجلس الأمة الموظفين كلهم مختلط مجلس الأمة فأنا أقترح قبل لا تبتدون بأن تفرضون وصايتكم على المجتمع الكويتي عدلوا داخل خليكون مجلس الأمة عبارة عن مبنيين مبنى للنساء ومبنى للرجال حتى يكون نقتنع بمطالبكم لأنهم قاعدين يقدمون مقترحات غير مقنعة وغير منطقية تدري شنو الأثار السلبية على هذا منع الاختلاط في المحاضرات فقط في القاعات فما بالتش اليوم يبون مباني تأخر الطلبة في التخرج والسبب عدم حصول استاذ يقدر يكون متوفر للطلبة وللطالبات وأيضا الشعب تكون مغلقة وهناك تفاوت أحيانا تكون الدفعة عدد الذكور أكثر من عدد الإناث فيصبح مشكلة غير أن الطلبة يكونون غير مؤهلين للعمل في العمل الوظيفي لأن كل الجهات في الكويت الحكومية والوزارات والبنوك والشركات والمحاكم وكل مكان كلها مختلطة لما تفصل اليوم إذن أنت لكنية في المستقبل فصل لكويت كلها هل تتوقع أن يمر هذا القانون غير العب الاعتراضات الكثيرة عليه في الكويت والله شوفي نحن دولة ديمقراطية طبعا أنا فخورة أن أقدر أتكلم وأن تقود وأهاجم هذا أنا وغيري من الكويتيين ولكن المشكلة أن اليوم مجلس الأمة حتى النواب الليبراليين والنواب الحريات ومحومات الدستور كلهم داعمين بشدة هذا التوجه وهو أسلمة القوانين فهم قاعدين يصوتون بعدد كبير والدليل القانون المفوض للانتخابات العليا المفوض العليا للانتخابات تمت المادة إضافتها رغم أن المحسمة الدستورية أكلت أن لا قيمة لها لكن تم وضع ضوابط شرعية نعم هذا الحديث للحديث بقية بطبيعة الحال لكن انتهى وقتي معك شكرا جزيلا لك المحامية أديجا حمد شكرا جزيلا لك محامية أيضا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك أفضل